بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلامة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المرأة ذهبت إلى الصيدلي وقالت له إن حماتي أتعبتني وأنهكتني وجعلت الدنيا سوداء أمامي إنها أساءت إلي وأنا أريد أن أتخلص منها سأعطيك أي رقم تريده من المال مقابل أن تعطيني سم حتى أقدمه لحماتي الحق الصيدلي كان رجل صالح كده وكان رجل مهزم يعني ظل ينصحها كثيرا يقول له هذا يعني قتل نفس دي تلقى الله سبحانه وتعالى بقتل نفس دي جريمة كبرى جدا حاول الحياة فلن تقتنع قالت له إن لم تعطيني سأذهب إلى صيدلي آخر في الحقيقة الرجل أعطاها كده جاء أمبوبة وقال لها حتى لا تكتشف تلك الجريمة أنا سأعطيك أمبوبة تضعي نقطة واحدة كل يوم لها في الطعام وبعد شهرين أو يزيد هي سوف تموت ولن يكتشف أحد سبب الوفاة لأن هذا السم ليس له أثر وقتي بل أنه يؤثر بعد فترة طويلة قال له ولكن بشرط ينبغي أن تتعاملي معها تعامل رقي جدا تحسين إليها الكلام وتحسين الخدمة وتعاملها معاملة حتى لا يظن بك وده شرطي فتاهمت ذلك وظلت الحقيقة هذه الزوجة تتعامل مع حماتها بطريقة رائعة جدا تختار أحدى الكلام وتخدمها خدمة حلوة فوجدت الحقيقة أن هذه الزوجة أن هذه الحماء الشرسة تغير حالها معها وأصبحت تحسين إليها والحياة انضبطت حتى أن كل مشاكلها تحلت ووجدت حماتها ديا ملاك بتعاملها بطريقة جميلة جدا وبعد أكثر من شهر ونصف كده انزعجت وذهبت إلى السيداني وقالت له أرجوك أنا أحب حماتي ولا أريدها أن تبوت هل عندك دواء آخر يمنع هذا السم الذي وضعتها فقال السيداني دحك بذكاء وقال هذا ليس السم هذه مية عادية جدا وأنا أردت أن أعلمك درس إن الكلمة الطيبة هي بتغير كل حاجة حقيقة إحنا لنا درس مهمة جدا نتعلمه في ذلك وربنا عز وجل يقول وقل لعبادة شباء الكلام ربنا العظيم وقل لعبادة يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينة الإنسان لما يتخير حسن الكلام الحياة بتتغير ابن القيم بيقول كلمة جميلة جدا بيقول إن من أثبات انشراح الصدر حسن الكلام يعني إنسان لما يتعلم حسن الكلام مع الأقارين ويتخير الكلمات الجميلة ويبقى عنده عفو وصفح ويقابل حتى الكلام السائب إحسان ده بيؤدي إلى انشراح صدره وإحاق في مسأل جميل يعني بيقول المنطق سعادة يعني إيه يعني إنسان اللي بيختار الكلام الحلو وحسن المنطق بيعيش في سعادة دي حقيقة فعلا وربنا عز وجل يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قرالوا سلامة الأولى بذلك أقرب الناس إليك يعني الأولى أريبك وأرحامك مراتك زوجك أولادك أرحامك جلانك إن انت تقدم لهم أحلى الكلام وحتى ربنا بيدينا مواعزة عظيمة جدا بيقول إيه بقى وآتذ القربة حقه والمسكين وابن السبيل سبحان الله يعني حقوق الأرحام والقربة ربنا ذكرهم أب المسكين وآتذ القربة حقه بعد ذلك والمسكين وابن السبيل طيب وبعدين لما يطلوب منك حاجة بقى تدهالهم وغير ما يطلوب تقدم لهم الإحسان تابوا لو مش معك تديهم ربنا يقول إيه وإما تعلضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورة يعني انت اللي هم ذو القربة ثم المسكين والغلابة والفقراء نمرة اتنين بعد ذو القربة طيب ولو ما معكش تديهم مطلوب منك شيء فقل لهم قولا ميسورة قولهم إن شاء الله لما ربنا يكرمنا أعطيكم درس مهم جدا لازم نتعلمه بعد تقديم الإحسان إن الإنسان ممكن لما يكسب عداوة الحقيقة بتكون سبيب الهلاك يعني هي الستة دي على فكرة شوف بعد كده اعتذرت وأسفت وانزعجت وقالت إن أحب حماتي يعني ما هيش تقيقة جدا ولكن الإنسان مع الجدال ومع الشراسة ومع تقطيع الأرحام ومع النزاع والخلاف ممكن يتحول إلى قاتل وهو لا يجري سبحان الله والمهارة هنا بقى ألا تكتسب عداوة أحد وبالذات أقرب الناس إليك لما أنت بتحسن الكلام وتحسن التصرف بل تقدم الخير الناس فلن يكون لك أعداء واستعيش عيشة سعيدة واستجنب شر الناس وأحقادهم وإيذائهم وهذا أهم درسنا تعله من ذلك